استعدادات أمنية كبرى قامت بها قيادة شرطة محافظة ذيقار من خلال خطة أمنية قد وضعت بالتنسيق مع قيادة عمليات سومر لإقامة الانتخابات البرلمانية المقبلة بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية لتأمين المراكز الانتخابية ومخازن المفوضية فضلا عن المرشحين والناخبين لمنع حدوث أي خروقات وإتمامها بأفضل وجه اشتركت بهذه الخطة كافة قطعات محافظة ذيقار من الجيش والشرطة المحلية والشرطة الاتحادية والوقات الاستخبارية وكافة توابع وزارة الداخلية وزارة الدفاع إضافة إلى فرق الدفاع المدني والمرور وأيضا الفرق البلدية الموجودة من أجل تقيم الخدمات للخطة الأمنية كان العمل جاد وبتعاون مستمر من أجل تأمين المستلزمات ومتطلبات العمل فيها المفوضية من خلال القوات الأمنية الآن القوات الأمنية حقيقة تعمل جنب إلى جنب مع الفوضية من أجل تأمين الانتخابات كما ولاقت العملية الانتخابية المقبلة اهتماما دوليا مختلفا في مجالات متعددة حيث زار وفد الأمم المتحدة قيادة شرطة المحافظة ومكتب مفوضية الانتخابات للتباحث والاطلاع على آخر الاستعدادات ومدى جهوزيتهم إضافتان إلى تقديمهم الدعم الفني واللوجستي استقبلنا وفد المساعدة الانتخابي في ذيقار لغرض الاطلاع على جهازية مكتب انتخابات ذيقار من الأمور اللوجستية والفنية وكذلك اطلاع على محاورة الخطة الأمنية وجهزية القوات الأمنية لحماية الانتخابات في ذيقار جهود كبيرة تبذل من قبل الجهات المعنية لإتمام الانتخابات المقبلة من دون أي مشاكل تذكر إضافة للانسيابية الكبرى التي أوضعت في خطتها المقبلة من ذيقار علي الهادي قناة الرشيد